اي شخص بيدرس التاريخ والخلفريات الحضرية دكتور بولوس فعلا بيكتشف ان هذا الكتاب صحيح لانه حبيت الكلمة اللي ذكرتها انه بيصير في تسلسل وتناغم يعني مثلا لما بتقرأ في سفر التكوين العدات والتقاليد اللي كانت قبل شريعة موسى وكيفية التعامل معها تختلف من بعد شريعة موسى بيتكلم عن العدات اللي كانت في ايام ابراهيم او حتى في ايام ايوب في الكتاب المقدس بيتكلم عن نوع العملة او نوع التعامل مع الناس الموازين حتى العدات اللي كانت في تلك الايام لما بتصل لعند الانبياء وبتصل الى فترة لاحقة بتشوف حتى التطور وانه العدات عم تختلف الموازين عم تختلف الافكار عم تختلف فعلا عم بيصير في تسلسل حتى تاريخي منتظم بيعطي الفكر بحسب التسلسل الزمني ترجمة نانسي قنقر